هو لا ينتقل من خلال العطاس والسعال فحسب أي فيروس كورونا المستجد بل عبر التحدث والتنفس أيضا هذا ما كشفته لجنة علمية أمريكية وأبلغت البيت الأبيض بأنها أجرت أبحاثا تظهر ذلك رئيس لجنة الأمراض المعادية الناشئة والتهديدات الصحية للقرن الواحد والعشرين في الأكاديمية الوطنية للعلوم الدكتور هارفي فينبر قال إن نتائج الدراسات على الرغم من محدوديتها تقول إن الفيروس يتطاير مع التنفس الطبيعي اللجنة تضيف أنه من الممكن أن تعلق قطرات الفيروس المتطايرة في الهواء وأن تصيب شخصا يمشي في وقت لاحق وأن فترة بقاء فيروس كورونا بالهواء يعتمد على عدة عوامل بما في ذلك كمية الفيروسات التي يخرجها الشخص المصاب عند التنفس أو التحدث وكذلك على حركة الهواء ووفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن الفيروس ينتشر من شخص لآخر عندما يكون الأشخاص على بعد نحو ستة أقدام من بعضهم البعض أي ما يقارب المترين من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعتص جامعة نبراسكا قالت إنها أجرت بحثا أظهر أنه تم العطر على مادة وراثية من فيروس كورونا في غرف المرضى على بعد أكثر من نحو مترين من المصابين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر